كما أكد الفريق أسامة ربيع في تصريحات تلفزيونية أن الدولة بتضافر الأجهزة كلها تعاملت لتعويم هذه السفينة الجنحة وتحدث الفريق أسامة ربيع عن مشاركة تسع قاطرات مصرية ووحدة هولندية فقط وفكرة أو أزمة هذه السفينة البنامية الجنحة أثبتت كفاءة المهندسين المصريين في التعامل مع الأزمة وأكد الفريق أسامة ربيع مع تعويم هذه السفينة البنامية سيتم عودة الحركة الملاحية مرة أخرى بشكل طبيعي مباشرة في قناة السويس